اثنان وعشرون عاما بالتمام والكمال مرت على ما عرف بالمذبحة البشعة بنت الحظ واحي الجزائر العاصمة في خريف عام سبعة وتسعين ايام العشرية الدموية التي دخلتها الجزائر بعد الانقلاب العسكري الذي عشر فعاله جنرالاتون واستئصاليون وقتها تحت شعار انقاذ الجمهورية من الاختيار الشعبي انذاك هذه بنطلحة حي شعبي كباقي الاحياء حوالي 15 كم عن محيط العاصمة شهد ليلة مرعبة ظلت تدق في ذكرى المآسي التي طارت الشعب الجزائري في تلك الفترة الدموية شهود من المنطقة ظلوا يلزمون الصمت لهول الفاجعة وهم يستحضرون وقائع الذكرى المرعبة ها هي تعود هذه الايام بكل تجلياتها وابعادها الاليمة تضاربت الروايات والشهادات لكن الموت واحد علق احد سكان الحي الجريح الموت لم يفرق بين شيخ وعجوز وبين طفل وشاب وبين امرأة وبنت استمرت عملية القتل الهمج لساعات وساعات بدءا من العاشرة والنصف ليلا إلى مشارف طلوع الفجر وسط الظلام الحالك بعد قطع الكهرباء مخلفة أكثر من أربعمائة قتيل وعشرات الجرحة ما زال ذوهم يئنون ويتألمون لحد الساعة لا يعرفون لماذا كانوا في مرمى السككين والبنادق والرشاشات الموت كان يلاحقهم من زقاق إلى زقاق يصرخون يستغيثون لكن لا مجيب من وراء هذه الجريمة البشعة كاملة الأركان؟ لماذا استهدفت بن طلحة وابن مسوس والرائس وغيرها؟ كيف اقتحموا بيوتنا بيتا بيتا وغرفة غرفة أحرقوا وذبحوا ثم نكلوا بجثث أبنائنا قالت سيدة صراخ واسلة متراكمة وشهادات تعتصر ألما تعود مرة أخرى تحت صمت مطبق من السلطات كأن الذي حدد في ميانمار أو هايتي وليس في الجزائر ربع مليون قتيل وعشرات الآلاف من المختفين قسرا نهيك عن مئات المهجرين والنازحين وخراب العمران اختصار شامل لعشرية الدم التي عرفتها الجزائر عادت الذكرى الأليمة بأصوات الأنين والألم لما جرع وملايين الجزائرين لا يعرفون لحد اليوم من استهدف المدنيين عبر مجازر يندلها الجبين وحرصت السلطات دوما على طرح السؤال من يقتل من بدلا من إجراء تحقيق شفاف ونزيه بإشراف هيئة مستقلة كما طالب الحراك الشعب السلمي في الوقت الذي أكد فيه خبراء دوليون بأن لا بديل عن عدالة انتقالية تحت نظام شرعي لتجاوز هذه المرحلة الأليمة من تاريخ الجزائر الحديث الخلص لأبنائها لا يهانوا في هذا البلد المواطن نريد دولة مدنية دولة لا عرقية ولا جهوية ولا مفياوية ولا دينية